كي بدأ الفيلم ديانب واحد رجل الأعمال اللي باسع لي واسمته سوديم وكي يعجبوا مارس هي ويتو هي القنص وكان معلم فيها وجاء عنده شريكه في الشركة باش يمشيوا الواحد الاشتماع كان مهم ولكن سوديم مدهاش فهدرته منين شاف واحد البنت زوينه كتدرب على القنص فمشال عندها وبدأ يعلمها كتدر تنيش مزيان وهناك نشوف واحد البنت سميتها بنتو وفنانة في النحت وكانت خدامة على واحد المنحوتة صغيرة ولكن ما زال ما مقتنع بيها ذلك ساعات الضوم شعل الحومة كاملة فمشات هي تفتح الترجم باش تكمل خدمتها على الضوذي للقامر فشافها واحد شارها اسمي توناني بنتو قد تعجبوا بزاف ولكن هي مدية هاش فيه وهو باغي يخليها تبغيه فذلك الساعة مشادر الورقة الآليمينيوم على التبصيل البرابول وبيل مجهد وضرب فيها الضوم باش تكمل خدمتها هي أمور مسألة خدمتها سدات الترجم ومشدت نعس وصاحب ناني قال له رهما مقدباش حيث مشكراتكش وهو جاوبه هي دارت هكا باش ما نمقاش قصر اللي الكامل ونعيا والنهار الثاني سوديم كان داير حفلة على حسب النجاح ديال الشركة دياله وواحد الكليان عنده جاب له شي ورق فشافوهم لقوا دك الكليان سيناء لبيعة وشريعة ما كانش باغيها في الول والتعجبو كيفاش وافق ولكن شافوا أن مرة الكليان هي البنت اللي علمها سوديم القنص وهي اللي قنعت رجلها توافق على دك البيعة وهنا كنعرفوه أن الفلوس ديال سوديم وارتهم نمراته اللي سالة معها هادي عام كنرجعوه عند بينتو اللي متطوعه في واحد الجمعية خيرية كتعاون الدراري الفقراء والمتشردين وجدوا دخول المدراسة وما كانش عندهم الفلوس باش يجيبوا ليهم الكتوبة والحويج واحد معاهم قال بينتو تمشي عند سوديم وطلب منه يتبرع عليهم حيث الشركة دياله قلت باللغة يتبرعوا للجمعيات الخيرية بينتو مشاتل عندهم وهو غير شافة عجبته بثاف وهي بدأت توريه وتقول له على ما تدير الجمعية دياله ولكن هو مكانش مركز معها وحاضيها غير هي وكتب ليها شيك فيه بثاف ديال الفلوس وهي فرحات وشكراته ومور شيامات بدأت تتفرق الكتوبة والحويج على الدراري وكان سوديم معاها مورها عرض عليها اللغدة وهي وافقات وفي الريستوب جاءها ميصج من ناني الذي قالها فيه رهزوينة بثاف اليوم وهي عرفات رهزوينة وبدأت تشوفين كائن تشفته وقفة على برادية للريستوب وشير لها سوديم كان يهضر معها ولكن هي كنت لم تركز معه ورد باله أنها تشوف ناني وتعصب خرجوا مورها من الريستوب وكان موصلها سوديم لدارها وفي الطريق قلت له خاصة تنزل تشري شيء حويج للدار فنزلت وهو نزل مورها وبدأ حاضيها وشافها في السوق مع ناني وتعصب حيث لا يوجد شيء بنت قبل هدرت له هكا وقررت ساعي في رقبيناتهم والنهار الثاني بينتو وثلاث في خدمتها وكنت خايفة تذهب للدار بوحدها فصفتت ميصج لناني الذي فرح بالزاف ومشى عندها بالزربة ومشى وبجوجة للدار وطمنا رأيها وصلت وفاش كان راجع دهز الطنوبيل فيها الرجل سوديم وخطفوه من الزنقة وستدعو عليه في واحد البلاصة مهجورة وناني قال له أنا وابنتو حمرنا تفارقه سوديم تعصب من هدرته وسلام معه في ذلك الوقت كانت بابنتو تعيّلت الناني كي تقول له باللي كتبغيه ولكن هو مسكين مات مر شوية بين واحد ضمج هذا ناني ومشى ذلك البيضة الدبانة كانت قريبة لتمة في الصباح القو ناني مليوح وميت في الطريق وابنتو كانت تتمة واتصدمات البوليس قالوا باينة هذه الصيدة وستدوا القضية ومور عشر أيام من هذا الشيء البيضة دبانة فقصات وخرجت منها دبانة صغيرة وكانت هي ناني من مور ما روحه ومشاة البيضة ناني لم يتعاقل على حياته القديمة وبغير يطير ولكن لم يعرف وكان غدي يغرق في الماء وبدأ ينقص من حجرة لحجرة في الثالث تلقج نحيه وعرف يطير وهو في طريقه عرف رسو حل صغير مقارنة بأي شيء ضيره به وشاف الدراريكي يلعب بالبو ويقص في الهاوى ويلعب معهم وهو فرحان رجليه حلو في كورة تينيس وهو واحد لاحا قليلا وطح على تفاحة وشافه واحد طير صغير وتبعوه بشي يأكله ناني دخل الواحد الدار وهرب ولكن طح في واحد الكاس المناضة وشاف اللي يشرب من الكاس هو سوديم ذلك الساعات تفكر حياته القديمة وانا سوديم هو اللي قتله طلع له الدم من ناني وبغير يضربه ولكن كان ناسب اللي رهه رجع دبانة ونشو سوديم بيدوه فطح على الارد وتفكر ببينته اللي كان موحشها بثاف وبالزربة طار لدارها وتم سمع هاوية تعاود لصاحبتها انها توحشات ناني وكانت كتمنى كنت قلت له كتبغيه وتأثر هو من يسمعها دارتها مراهات سوديم مشال عندها ودراسه باللي بقى فيه ناني حتمت ناني تعصب بثاف من يشاهده وقرر يحمي ببينته منه فدخل ودنيه ومرضه في وجهه حتى اذهب من البلاصة واحد من نهار سوديم تخل في صونة البوخار وراثه بوحدة التي كانت باينه ناني استغل هذه الفرصة وتخليه في وجهه وبرزته ودكلابا رايت حركات الجهة الحديدات ماضيين إذا ضرب فيهم سوديم سي موت ولكن كان عنده الظهر وزق لهم بشوية فغوة مجهده وخرجوه من تماما وشد الفوطة وبغي يضرب ناني بها وهذا كل تماما معجبين من هذا الشيء الذي يدير ومور شيامات ومشت ببينتهم مع الناس الجمعية هل عند سوديم لكي يهدرون معه للجمعية ومنين سالة معه عرض على بينتو تحضر معه في واحد المعريض شركة دياله بينتو وافقات وناني كان تماما وسمع هذا الشيء في الليل ذهب عن سوديم هو ناعس وبدأ يطرله على وجهه ويزنزنلوف ودنه ومرضه مزيان احتغط طارسه كامل بلايزار عادت هنا ولكن ما نعسش مزيان وفي الصباح بينتو هدرات معه وقالت له لا تتعطل على وقت طيارة فنضب الزربة وكان عيان بقلة النعاس وركبته موبيلته وناني كان تماما ومنين وقفه في السطوب خرج من الطنوبيل وطار على وجه البوليسي ديال الطريق التي تبرزت وحركه يديه في ليمن والشمال والطنوبيلات حسابهم كيف يفتح لهم الطريق وتحركه تم وقع الزحام وتبلوكات الطريق والناس تعصبوا مراهاسوا ديالي بالزربة حتى تعطل في هذا البلوكاج ولكن ناني طار ولصق له في عينيه فما بقى شيء يفواله ودارك سيدة وتما شفت الدبانة تباتلوا بالذي ستسالي معه وتصدم من النقدوه كان مقلق وخايف وشد في يده بايغو والناس كانوا معجبين من هذا الشيء وحسابهم راح حماق وجهت ببينتو لكي تشوفه ناني طلع عليه الدم وريد يهجم على سودي ولكن ببينتو رشاة عليه بايغو فطاح من السرجم على شيء ورد في الجغدة وكان علاين يموت ولكن الرشاشة ديال ما قاصوه والتغسل من السم اللي كان يقتله مراهاس وديم شلطه موبيلته وقراش نوم كتوب وتأكد ان ذلك شيء بالصح ومشي كي تخيل تم بنله واحد الراجل وقال له فلوسك غدي تحرق وغدي تولي فاقير ولكن مدهش فهدرته النهار الثاني ناني شاف بينتو هي كتفكره وبكات ودموعها نزلوا على البيرو فقرر يعرفها انه حداها وخدم دموعها وكتب لها بانه هو ناني وهي شافت الكتابة واتصدمات وطلع على يديها وسولاته وش انتبصح ناني هو هز راسه وكانت هي مصدومة وعرفها ان اللي قتله هو سوديم وهي قلت له باللي غدا يتعاون وينتقم منه فدرت له انضادر صغار يحميه من بايغو وسلاح صغير يديره في يديه والنهار الثاني كان سوديم في شركة دياله يقلب على الدبانة اللي بغا تقتله ومنين باندله ناني رشع له بايغو ناني لم تؤثر به وقلت سيده هو ورجاله ومعرفوش ومور هاد شي كامل عياه سوديم ومشي نعس ولكن ناني كان كيسينه وشعل العافية في النموسية سوديم كان صافي قريب يحمق وناني مقنعوش هاد شي اللي يدر وخلاه يشرب السم ديال الدبان كان ديروله في الكزد الموناده ومورها ناني وبينتو بدأوا يخطوا طريقين تاقموا بها من سوديم وهي عمره واحد المدفع صغير في البرو ديال سوديم بالبارود بنتو دارت واحد تجريبه وصدقات واتفقات مع ناني يعمره المدفع وحيته هو صغير دارت لوسلة صغيرة تعمرها له بالبارود وبقى كيمشي كل مرة يعمر المدفع واخدامه بثاف ديال الوقت ولكن ما حبسش تعمره ولكن الخطة ديالهم فشلات من ان واحد مسحب كلينيكس وفي عوطمة يرميه صد به الفم ديال المدفع سوديم عاود البرو دياله ودار الكاميرات فيه باش الحشرات ما يدخلوش بنتو عرفت هذا الشيء الذي داره في داره والبرو دياله وفكرت في خطة ومشت عند سوديم لداره ودارت تفتحه صغيرة في السرجم وناني يدخل منها وشافت سوديم كيحاول يقرب من بنتو فاغضب وقرصوف داته كاملة ودك الساعة سوديم بعد عليها وفي واحد النهار كان عند سوديم اجتماع مهم مع رجال ديال الأعمال سيقولوله مشروعه الجاي وحيط ما كانش كين عسم زيان ما كانش مركز وبدأ يهضر على الدواء وعلى بايقود الحشارات وهنا تعجبوه من هدرته شوية وشاف دبانة على راس رجل ديال الأعمال فتجنن وبدأ يضرب فيه ناني بدأ يطير على الرجال كاملين وسوديم كي يضرب فيهم كاملين بشيقتلهم خرجوه من الاجتماع ذلك الرجال وهو ما كيقولوا ليه غد ينرجعوك على الضص وعلموه به الدار الدريبة هو مني نعرف مشاب الزربية يأخذ الفلوس اللي مخبعها في الخزنة وبغير يكتب الكود وناني كان كائن ولم يتركز ولم يعرف يفتحها وخدم الشاليمو كيف يفتحها وبسبب ناني طاح الشاليمو من يده وتحرقات الفلوس اللي كانت فيها كاملة ذلك الساعات تفكر سوديم الراجل اللي قال له فلوس كاملة سيتحرق تمام شل نفس البلاصة اللي يلقاه فيها وخرج عنده ذلك الراجل وعرف منه باللي رهه سحار وعود له سوديم على الدبانة وشنو كي يوقع عليه السحار قال له الدبانة هي ناني اللي انتق تلتيه وهو دبانة يريد انتق منك سوديم تصدم منها درته والسحار قال له لا تخافش أنا سأعاونك ووجد جوجة الطيور كي يساليه مع ناني ومشى عنده للدار وبدأوا تابعينه بزاف ولكن في التالي قدر يتهنم منه مراه سوديم يراجع الكاميرات وشاف بنته هي كتفتح لناني وعرفت ما انها كتعاونه وقرر يشدها كي يبان ناني ويقدر يقتله فالشدها بدأ يعيط له وناني كان بغي يعتقها فمشى استسلم وقبل ما يقتله وقف يبرة الخياطة ورجل سوديم الجرحات وبينتو جرأت لكي تخبع سوديم بدأ يضرب عليه بالسلاح ولكن ناني ما استسلمش وشد ليبرا وبغي يضعه في عينه سوديم شد هنده ولسقات فيها ليبرا ومعها ناني ففرح ذلك الساعة بزاف وشد بينتو وخليها تفرج فيه هو كي يقطع الجناح ناني ناني شاف الكلينيكس اللي كان في المدفع طائحة على الأرض فجمع الجهد اللي مازال عنده وحرك راسه في البارد وداز على العافية ومراهض خلف المدفع بالزربة وتضرب المدفع وسلام على سوديم مراهض ببينتو كانت حازينة على ناني ودازت لليام وفي واحد النهار هي غادر خدمتها تبسل عليها شي واحد ولكن بانت له دبانة وقرصاته وحمقاته وهذا كالناني اللي مازال بغي يحمي ببينتو وكتب باللي رجع عوداني وهنا تسال الفيلم دينا نتمنى الملخص يكون عجبكم وتفرجوا في الملخصات الفايتا وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية تهلا وانتلاقاوا في الفيديو 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 الجاية شكرا